موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة الغاد الأردنية التي عنونت علاج السكري بأوامر من الهاتف الذكي طور باحثون صينيون تقنية جديدة للتحكم في نشاط الخلال الحية داخل أجسام الحيوانات من خلال أوامر يصدرها تطبيق على الهاتف الذكية الخطوة الأولى في استخدام تلك التقنية هي تحويل الخلايا العادية إلى ما يشبه المصانع الحية لإنتاج العلاج اللازم أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنوان الدراسة أطفال شاشات اللمس ينامون أقل من أقرانهم قال باحثون بريطانيون الأطفال الذين يمضون وقتا للعب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل باللمس يميلون إلى النوم لفترة أقل من نظرائهم الذين لا يستخدمون تلك الأجهزة وتشير الدراسة إلى أن كل ساعة يمضيها الطفل يومياً في استخدام مثل هذه الأجهزة التي تعمل باللمس تؤدي لانخفاض فترة نومه بمقدار 15 دقيقة لكن في المقابل يطور هؤلاء الأطفال مهاراتهم الحركية الدقيقة بشكل أسرع من نظرائهم وإلى صحيفة القبس الكويتي التي عنوانت صعود الدرج يعزز النشاط أكثر من القهوة قالت دراسة صغيرة أن صعود وهبوط الدرج لمدة 10 دقائق قد يعزز النشاط لدى الشابات اللواتي يعانين من قلة النوم أكثر مما تفعل كمية من الكافيين موجودة في عبوة من المشروبات الغازية أو نصف كوب من القهوة وكتب الباحثون أن هذه القفزة في مستوى النشاط تكون قصيرة نسبياً وقالوا إن على الموظفين المنهكين ممارسة الرياضة لأوقات قصيرة أكثر من مرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة على الأمد الطويل أما صحيفة الرياضة الصعودية فقد عنوان التراسة أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل ليست دقيقة خلصت دراسة حديثة إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم التي تستخدم في المنزل كثيراً ما تخطئ في قياس ضغط الدم وقال الباحثون في نتائج دراستهم إن حجم الذراع وجنس المريض كان من أهم أسباب الاختلاف بالنسبة لضغط الدم الإنقباضي إذ أن الاختلافات كانت أكبر لدى الرجال اشتركوا في القناة